الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله 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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم بالدين أما بعد أحبتنا في الله الإخوة والأخوات سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة واجعل التفرق بعده تفرقا معصومة وبلغنا رمضان بعد ساعات كما تعلمون رمضان يدخل بعد ساعات توقيت الهجري والتوقيت القمري والشرعي عندنا رمضان بعد ساعات بدخول المغرب نحن دخلنا في رمضان فأصلى الله أن يبلغنا إياه إن شاء الله عنوان خطبة اليوم قد يبدو غريبا لكن كما ربما اعتاد بعضكم على أخيكم بعض الأحيان بما يفتح الله سبحانه وتعالى حين التحضير العنوان هو القضية قضية إيمان وتسليم ثم مكافأة هذا العنوان السبب الذي جعلت العنوان هكذا كأي خطيب يريد أن يحضر مشكلتنا الكبرى عما أتحدث ثم تأتي كيف أوصل الفكرة فجلست لأفكر قطعا يجب أن أتحدث عن رمضان لكن من أي زاوية كيف أبتدئ كيف لا أكرر نفسي إلى آخر هذه الأسئلة التي يحتاجها للسام مررت قدرا بشيء من الورد البسيط على قول الله تعالى ومن هنا جاء العنوان ثم نربطهم موضوع رمضان الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين الآيات التي تعرفون يقول إن الذين أجلوا بعد أن تحدث كلا إن الأبرار لا في نعيم كلا الفجار في جحيم أبرز وضع الفجار ووضع الأبرار إن الأبرار لا في نعيم على الأرائك إلى أخي وصلنا عند إن الذين أجرموا والآن نركز وأربط بعد قليل سبب هذه الآيات وعلاقتها برمضان يقول تعالى في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون طبعا الغمز في اللغة العربية هو تحريك الحاجب بطريقة فيها الاستهزاء له إلى الآن مازلنا نستخدم اللفظ نفسه للمعنى نفسه يتغامزون طلع طلع شوف الشيخ الأهبل لد لد شوف الشيخة شوف اللي بحجبة إيش يا نينجا هلا 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 بالخيم السوداء هذه العبارات إلى لا مازلنا نسمعها بين مد وجذب حسب في أي بلد تعيش وتحت أي منطقة قمعية لبرالية أم شوعية أم ماركسية ويا ما سمعنا وسمع من سبقنا وعانى هذه المعاناة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فلما بينتهي فقط حينما يستهزئون بهم لا بعد ما يرجعوا الفكاهة والمزاح والتنكيت والاستهزاء مستمر نوع من النمط نمط تفكير أسلوب عيش أن يستهزئها هؤلاء بالمؤمنين وإذا انقلبوا بمعنى لا ينقطع الأمر للحظتها لا 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 قضية فكر وعقيدة وموقف لذلك سمهم الله سبحانه وتعالى بالمجرمين إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين اسمع اسمع شفتلك اليوم حجة ونكتنا عليها وسوينا شفتنها الشيخ ضحكنا عليه وسألنا بالله يا شيخ لما تنام بتحط لحتك فوق الحاف ولا تحت الحاف يا شيخ ها 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 طحك النكات هذه الاستهزاءات باللحية الاستهزاءات بنمط لو بالله دعينا دعينا يا شيخ دعك تصلي لم يكونوا مجموعة مع بعض على سبيل المثال أراضي نذهب إلى الصلاة فتبدأ الاستهداء بالله تنسانا بالدعاء يا شيخ ماشي يلا فتح لك كاس يا فلان هذه الأمور التي تحصل بين الأقرباء أنا لا أتحدث عن أعداء في الإعلام أنا أتحدث عن جيران وزملاء وأقرباء ويام يام كثير مننا في بدايات تدينه سامع هذا أنا واحد من الناس اللي مررت بهذه التجربة والله أحد أقربائي كان إذا رآني ألبس الدشداش وأنا ذاهب إلى رمضان ينظر لي باستهزاء واحتقار يقول لي إلى متى ستتشبهون بالنساء انتوا يقول لي إلى متى ستتشبهون بالنساء من باب الغمز واللمز أن الدشداشة مثل الفسطان يعني لم يجد طريقة يستهزئ بالدين وحاقد على الإسلام ويراني سببا على سبيل المثال والله أنا شخصيا حصلت معي أنا لن أقول عن أحد أن أحد أقربائي قال لي قبل فترة في بداية تديني قال لي عبارة كان إذا رآني في مجلس يعتبرني ممثلا معني كنت صغيرا هذا كلام قبل أكثر من 35 أو 40 سنة لكن إذا رآني أراد أن يستهزئ بالإسلام وأنا موجود كان يقول عبارة بما معناه يقول لي يا شيخ أنا لما أكبر وكان ثريا جدا ومتمكنا لكنه متكبر كان يقول إذا ما وصلت إلى سن كذا وكذا نسيت قال لي 65 أو 70 قال بنحطها الطاقية يا شيخ ومنجيبها المسبحة ومنسكن زنب المسجد وربنا بيكفر وبيضحك الفرق بيني بينه وحوالي 50 سنة في العمر أنا يعني وكان يستهزئ بالإسلام عبري لا أستطيع أن أحدثكم كيف مات لأنني لا أريد لأنه من أقربائي لا أريد أن أتسبب في جرح لبعض أقربائي إذا ذكرت لأنه سيعلم عن من أتحدث لأنني لو حدثتكم كيف أماته الله شيء لا يصدق العقل شيء لا يصدق العقل لكن الحالة خاصة جدا جدا فإذا قلتها علم تماما عن من أتحدث لكن كان يستهزئ بهذا الاستهزاء نذكر هذه المعاني قال إن الذين أجرموا وكانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون طلع المتخلفين اللي اتحرفوا أما أصحاب الكأس وأصحاب التنورة القصيرة الذين نسميهم حزب حزب الويسكي وحزب التنورة القصيرة هؤلاء هم الذين على الصراط المستقيم حزب الهز والرقص هم الذين على الصراط هكذا هذا ما يقولونه نحن من نسبة لهم ضالون ضللنا عن الدين الإنسانية ضللنا عن المعاني الراقية بين البشر نحن متعصبون نحن متشددون نحن متطرفون ألا يقولون هذا عننا فيه طبعا كان هذه الألفاظ بالحديث كتاب وأفلام ومسلسلات قل لي بربك أكثر من تسعين بالمئة من إنتاج العربي الذي يعرض من أمثال ما يعرض على الـ MBC ما الصورة التي يوصلها عننا ونحن مع عشر متدينين ما هي وهذا سيناريو يكتب ومنطق وفلسفة هذه ليست صدفة هذه يجلس لها عشرات الاجتماعات وتوضع لها ميزانية بالمئات وعشرات الملايين ليست صدفة فمن أخذ القرار ومن خطط ومن جلس ومن فكر ومن كتب ومن نفذ ومن أخرج ومن أنتج ومن مول ومن صور هؤلاء كلهم ينطلقون تحت هذه الآيات كلهم كاملا من كتب في الصحف الصحاب أقمنا لهم مسمومة أكتب كذا استهزئ بكذا كله قال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين الذي أريدنا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون ربنا تحدث عن صورة طبعا في عشرات صور مثل هذه في القرآن الكريم ما الذي أوقفني في هذه الآيات المكافأة لماذا توقفت عندها لأننا بإذن الله طبعا مقبلون خلال ساعات على الدخول على شهر التدرب على نيل المكافأة شهر إيش لأنه إحنا إذا بدأ لخص معادلة علاقتنا بالله يا أحبة إذا نلخص المعادلة إحنا معادلتنا وضعتها قلت معادلتنا باختصار نحن في تحدي وفي سباق هدفه الجنة لن ندخلها إلا بالتقوى رمضان تصمم إلهيا لأجل إيش لعلكم تتقون فنحن الآن شئتا أم أبيت مش أنا اللي قررت ولا أنت الذي تقرر نحن في حرب حبنا حق الباطل ولست أنا الذي قررها إنما إبليس اللعين هو الذي قال ولا أضلنه ولا آمرنه ولا آتينهم من عيديهم من خلفهم أيمانهم شمائلهم غذا قال فالحق والحق أقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتباعك طب كيف أمنع نفسي من أن أتبعه بدي دورات تدريبية دورات إنقاذ دورات غسل لأنه شغال 24 ساعة وبعزتك ربنا أعطاه وفن أمكنني وأعطاني أيضا الوسيلة لأحمي نفسي إن أنا أردته إذا الحديث الصحي طبعا الأمثلة كثيرة الوقت ضيق إذا نام أحدكم وإذا أو أحدكم لفراشه فقرأ آية الكرسي ما يزال عليه من الشيطان حافظ حتى يصبح حديث بسيط مليون مرة سمعنا طيب من قرأ آية الكرسي دبور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت بسيط الحديث وثابت واحد يقول وال يا شيخ معقول جرب حافظ عليه بنية الإيمان والاعتقاد بمضمونها وأنت مشغول بالخمس صلوات افحص نفسك كم مرة فعلا عندك الوقت والدافع الداخلي إنك تقعد وتقرأ آية الكرسي وتسبح وتعمل من قطرة الأشغال اللي عندك والواتس أب والرن والموبايل والسيارة والتلفزيون والكذا وتحافظ عليه افحص نفسك تظنه سهلا قسما بالله ليس سهلا والله ليس سهلا وذا تفعلها أياش محتسبا الأجر بمعنى تؤمن بمضمونها وتجعلها فقال لم يمنعه من دخول إلا أن يموت بمعنى هذا بده يكون نمط حياة جزء من شخصيتي لا يمكن أنهي صلاة فرد إلا وأقرأ آية كم مثال ليش كم من من يذهب إلى النوم وكما نقول خلاص انتهى يعني هو تمت النعس وإذا قرأت آية الكرسي طار نعسك حافظ عليها طيب من قرأ قل هو الله أحد أو الآيتين من أواخر سورة البقرة كفتاه طبعا كفتاه قيل كفتاه عن تلاوة القرآن كفتاه عن قيام الليل كفتاه عن الشر كله طيب حافظ على آيتين مع آية الكرسي معقول هو الله أحد ثلاث مرات بتعدل القرآن طبعا هي قرأتها بدها ثلاث أربع دقائق وأنت نعسان مين بيحافظ عليها على بسطتها أنا أذكر أبسط الأمثلة لا أتحدث أنا عن تحدي ولا أتحدث عن قول كلمة الحق عن سلطان إن جائر ولا أتحدث عن الصبر على أذى الزوج وأذى الزوج ولا أتحدث عن نكد الأولاد إذا طلعوا عاقين لا 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 أتحدث عن أمر يحتاج فقط قرار تنظيم وقت وضرب شهوة النوم وشهوة سرعة الحركة بعد الصلاة يعني عفوا أبسط من هذا المثال ماذا يوجد يعني التحدي يعتبر أباف زيره بشحطة فقط ومع ذلك كم مننا يستطيع أن يحافظ عليه لذلك إذا لذكرني في الموضوع أن هناك مكافأة وربنا سبحانه وتعالى ذكرنا صورة هناك من يستهزئ بك وهناك من يحقد عليك وهناك من يكرهك طبعا زعيمهم مستر إبليس عظمة وجمال ديننا اللاشيء خفي ويخفى علينا يعني الفيلم كله مكشوف قدامنا السيناريو كله معروف نحن لا نكتشف يعني يا ترى من الذي يتسبب لنا بهذا لا 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 معروف الشيطان طب من الذي مكنه الله طب إيش الخطة واضحة جنة نار بينهما برزخ موت كما خلقت الجنة موضوع واضحة فقط أنا أخذ قرار فقط وأبتدئ بالتنفيذ لذلك ماذا جعلت العنوان أنا؟ قلت القضية قضية إيمان وتسليم ثم مكافأة ولدائما نقول يا أحبة يا إخوة موضوع جماعة القلب الأبيض سمعتوها مني ربما مئة مرة وسأكررها للمرة الألف حتى ألقى الله موضوع الإيمان بالقلب هذا كلام فاضي في الإسلام وأقصد بها مصطلح خاص اللي بقول لك يا أخي مش كل شي صموا صلاة وحجاب وحرام وحلال خلصونا من قرفكوا أنتو يا المشايت أنا قلبي أبيض وما بكذب وألا بعرف نقطة انتهى هو صمم الدين على كيفه أو صممت الدين على كيفها مش كل شي بالحجاب عملتوا للدين قطعتك ماشي يا شيخ؟ هس ربنا بعظمته وبجبروته خالق الكون الذي يتمدد ماك الهم شعرة طالعة من هون شف الأسلوب الطرح انت هذا بتأثر وما بتأثر على المساكين الذين العلم عندهم يا أختي ربنا بعظمته مش ماك الهم شعرة بس ربنا عم بيقول لك عن موقفك مش عن طلعة الشعرة المشكلة وليس ظهور الشعرة الاتتتت إنه الله اللي خلقك قال لك غطي وأنت قلت له لا فالمشكلة في الكبر للرفض وليس في ظهور الشعرة وما هكذا تطرح الأمور لكن إحنا الآن بدنا ندير بالنا شهر رمضان شعائر ممكن أي إنسان يحمل فكر علماني متطرف يقول لك بتضيعواتكم بتطجوا بتركعوا بتخذوا بتجوعوا حالكم على الفاضي يا أخي اعمل لك كيتو أحسن لك القضية قضية طاعة لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم تخيل أنت جزء من مدرسة ضخمة بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة وأربعة وعشرون ألف نبي ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا بتخيل مئات الرسل وآلاف الأنبياء بعثوا لعشرات ربما الملايين من البشر هؤلاء كلهم بطريقة ما في وقت ما لا نعلم تفصيله لأن الله قال ورسلا لم نقصصهم عليك انتهى لكنه أخبارنا كما كتب على الذين من قبلكم كلهم صاموا طب يا شيخ مشان الجوع لا لعلكم تتقون لذلك يا أحبة من باب الدخول على المكافأة اعلم أنك لست مقبلا على شيء يتعبك وأنت تقوم أقبل بحب فهذه فرصة ذهبية صممها مصمم الكون خالق الكون ليعينك إن أنت أحببت وجئت بإرادتك والحمد لما أظن أحدا منكم مجبرا على دخول المسجد اللهم لك الحمد وهذا من فضل الله علينا قولوا الحمد لله عن نعمة الإسلام الحمد لله ما أحد فينا مجبر أتينا طواعية لذلك إن شاء الله نسأل الله أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله نسأل الله أنه حسن الخواتيم لكن قال الجنة عروس مهرها النفوس تدفع الثمن أنت لو تأخذ عفوا ساندوشة فلافر الآن ونظيفة ولذيذة وطيبة ساندوشة شاورمة ممكن تسوق السيارة تبع وتحط بنزين بما يعادل ثمن ساندوشة الشاورمة خمس مرات حتى تستمتع يعني الشيء الغالي أو الله قيمة على مستوى ساندوشة له ثمن ويدفع لو تحب الحلويات معينة بمحل يصنعها ربما بتورنتو أو بسكاربرو أو ربما بهملتون بتروح بشوار خاص حتى تستلذ بمعنى ما له قيمة وهذا يش القيمة؟ قيمة أكل قد يستبدل بأي شيء من أي دكان وانتهت المشكلة فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها؟ أبدا بدنا ندفع دفع الثمن ومن عظمة الله سبحانه وتعالى علينا أن ما أكرمنا به من دورات التدريب أيضا فيه لذة هو ليس معاناة لكن تحتاج إرادة وقرارا واستعدادا وعلينا أن نحذر من لصوص رمضان حتى تنال مكافأة لن تنال رمضان مصمم ليعلمني التقوى من مفسدات تعلم دورة التقوى على سبيل المثال السهر على المسلسلات التلفزيونية كلام كتير واضح من مفسدات تعلم درس التقوى السهر طب الشيء حال يا شيخ قرار بين الآن مش بين الليلة الآن وانت جالس بينك وبين الله قول يا رب أعاهدك فيش إش يسمه تلفزيون مسلسلات رمضانية طبعا تعرفوا شياطين الجن والإنس يعملون 11 شهر والله يخططون لأجل رمضان حتى يسرقوا عقول ويقولوا ابناء موسم هم بسموه موسم ليش؟ لأنه قدروا يسرقوا عقول بعض الناس فالزورة رمضان حال زورة رمضان مسلسل واشياء مثيرة غير عن الطعن في الدين واحتقار المسلمين داخل مسلسلات هذا دعو أنا أتحدث عن الإشغال الوقتي الآن فقط دعك من مسخ العقيدة والفكر والاحتقار هذا موضوع آخر لسه كارثة أخرى التحدث عن الإشغال الوقتي القرار ما فيش يسمه سلسلات فيش يسمه تلفزيون أصلا طيب تقنين موضوع الانترنت احنا ما بنعيش بدون انترنت صح؟ بقنن يا باخد قرار لأشياء بتساعدني في رمضان ها؟ يا أما بلغي أو بعمل شيء رائع كل واحد فينا الله يجتمع بعائلته مع أولاده مع بناته يا أولادي يا حبابي يا بناتي يا زول تقليل نحكي بدنا رمضان ما يروح علينا ما أحد فينا يستطيع بكبسة زر أن يتحول إلى ملائكة مستحيل هذا ماشي مش رح يتحول لكن تعالوا ننظم نخطط إذا أراد أحدنا رحنا هنا في كندا مشهورة جدا أظن القاطنين هنا منذ سنوات عندكم شيء اسمه السمر كامب بالله عليكم من يذهب إلى السمر كامب قبل كم شهر بخطط له ويدفع أشهر وليس أيام ولا أسبوع وقبل لك الحجز يروح قبل أشهر بتخطط بتحدد وم بدك تروح وتستثمر وقتك وتشتري الغرض التي تريدها سباحة تزلجا وتأفر اللي هو اللي تريده فبالله عليك ألا يحتاج رمضان منها تخطيطا على أقل جلسة عائلية يلا نتفق مع بعض ليس بالإجبار أنا لا أقول لك أجبر أولادك اجلسهم يا أولادي يا حبايبي طول السنة وأنتو 24 ساعة الموضوع خلينا مع بعض سمعت كذا قيلة كذا خلنكسب الوقت يلا مع بعض نتعاون نتفق بعد الساعة كذا ما أحد يمسك الموبايل بعد الساعة كذا ما أحدش يمسك كذا نعمل ورد نحفظ مع بعض نصلي جماعة نعمل إذا أنت من النوع لا تستطيع أن تصلي الجماعة مثلا مثلا في المسجد قرار صلاة الجماعة يومية العائلة كلها وتدرب أولادك يا أم بك ابنك الأول ابنك الثاني ابنك الثالث ورد أي شيء أي شيء اجعل لرمضان حصة تنظيمية بقصد وتخطيط ولا تتركها هكذا على سبيل المثال أحذر أنا وأنت من موضوع السهر إلا ما كان متوافقا مع رمضان فإذا خارج التلفزيون وخارج الأمور السهر طبعا في بلادنا ربما أنا انتبهت الحمد لله أن الله قد عفانا في بلادنا سهرات رمضانية وتسمى الخيمة رمضانية وفيها رقص شرقي سمعت فيه طبعا أكيد في بعض الدول العربية خيمة رمضانية مع الراقصة الشرقية فلانا يعلم إحنا طبعا موجود للأسف بكثرة في بلادنا سهر رمضانية مع رقصة شرقية على أنغام إيش هدتكم مش فاهم سهر رمضانية وعشرات الفنادق عشرات الصلاة ويذهب في كثير من البلدان لعل الله قد عفاكم كنت في عشت سنة في أمريكا في إحدى الآيات المسلمون في تلك المديدة التي كنت فيها عددهم حوالي ربع مليون طامتهم الكبرى الليلية الأرقيلة أو الشيشة أو الحكة هكة كل آلاف في الشوارع بيشربوا الأرقيلة فرمضان يقضى صهر رمضانية ما في رقص شرقي لكن فيه أرقيلة مع تلفزيونات ومباريات كلها قاتل وانا تحتحنا لحد الأدنى من الضرر لحد الأعلى نوضع الإباحيات والنظر والوال إلى آخرين نحذر في رمضان يا إخوة يا أحبة أي ينتهي رمضان ولم أكن قد اقتربت أكثر من القرآن كلنا مقصر أنا أولكم مقصرون في التلاوة يا إخوة ننتبه لشغلة الاستماع غير عن التلاوة استماعك للقرآن تجربة لها أجر ولها ثواب بإذن الله ممارستك للأداء الصوتي في أن تحرك لسانك ويستحضر قلبك ما يقول لسانك الله مصممها بطريقة إلها معاني لا تحصل إلا بها فالموضوع ليس أن تمرر معنا على قلبك نسميها القراءة الصامتة وهي بلغة الفقه والشارع ليست قراءة لأن القراءة ما كانت بصوت وحرف مسموع فننتبه يعني حكم فقه الآن أخرج عن الفكر فقه اللي بيمسك المصحف ويمرر عينيه على المصحف لا تسمى قراءة فقها فلا ينطبق عليها أجر من قرأ حرفا أو قرأ بسم الله له بكل أجر حرف باسم باء حرف والسنحة لا ينطبق عليها لابد من تحريك اللسان والشفاء بصوت بحده الأدنى يسمع حتى تسمى القراءة لغة قراءة وفقها قراءة الموضوع ليس هنا موضوع التجربة الرحانية في القرب من الله في أن تقرأه وأن تتخذ لك تفسيرا لتتعرف اجعل نفسك قريبا من القرآن ولو بدرجة لا أقول اترك الدنيا واحفظ القرآن لا يستطيع معظمنا أن يفعل هذا الآن لكن اجعل رمضان فرصة للقرب بدرجة مما أنت عليه من كتاب ربك تلاوة واستماعا طبعا الحمد لله في الأغلب معظمنا لا يضيع التراويح صلى الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا منها وأختم بواحدة يا أحبة رمضان هو شهر تدريب على التقوى من مستلزمات التدرب على التقوى أن أدع ما حرم الله ما استطعت لذلك سبيله وإلا تدرب لا قيمته له تخيلوا لله المثل الأعلى تدربت على أفضل الوسائل في كيف أحافظ على بيتي اللي تدخله الهبات والجراثيم والفيروسات أخذت الدورة التدريبية وفي بيتي لا أستخدم أي معقم ولا أي منظف ولا أحرص على التنظيف ولا الغسل ولا الجلي نهائيا وكل مرمي على الأرض ما الذي استفده لا قدر الله بعيد عنكم جميعا لذلك يا أحبة من كان مننا قد ابتولي بمعصنة بمعصية معلومة بمعنى مجاهر بها أو مخفية فرصة ليبتدئ أخذ القرار يا رب أعني على أن تهي منها ربما من يجلس معنا الآن من يشرب الخمر وارد في صحابة شربوا الخمر وتابوا في صحابة جلدوا وجه موجود موجود ربما مننا من أصلا الله اللي يعافينا من ابتولي بموضوع لا يستطيع ضبط نفسه عن نظر إلى المحرمات على الإنترنت فرض يتساهل أو حتى يتقصد ضعف نفس سمه بأسباب عديدة جدا فرصة لأخذ قرار لقطع هذه الأمور الأخوات إذا بسمعونا الآن أخوات اللي خصد عبر الإنترنت الآن إن شاء الله بإذن الله الحجاب فرصة جو رمضان بركة رمضان تصفض الشياطين شياطين الإنس شياطين الجن إن شاء الله بإذن الله فرصة إن أخذ هذا القرار حفاظ على صلاة الجماعة الاقتراب من أهل المسجد الاقتراب من التلاوة والمسجد وأهل المسجد بعض الناس قد يمر عليهم أيام وأسابيع كثيرة جدا فرصتك ليش أنا أسمي رمضان فرصة وأسميها تدريبية أنا أسمي رمضان بالعبارة التالية دورة إنقاذ إلهية إجبارية سنوية نتخرج منها بشهادة مكتوب عليها قد عرفت فلزم قد تدربت فتذوقت فالتزم بما قد أذاقك الله حلاوته والأحاديث كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من صام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا عشرات الأحاديث غفر له ما تقدم من ذلك فهي فرصة يا أحب فرصة ذهبية لا تضيع خلاصة المعادلة ما هي إيمان تسليم ثم مكافأة واجعل الرابط في ذهنك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فاحرص على أن تكون ممن يجلس على الأرائك وينظر لا ممن والعياذ بالله ينظر إليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بقي في ذهن فقط قضية واحد موضوع إفساد ذات البين وإصلاح ذات البين ما منا من أحد وخاصة خاصة مع الأقرباء المقربين وعلى الرأس الوالدين والإخوة الأخوات الأشقاء فرصة رمضان فرصة ذهبية لإصلاح بل كان بينه وبين أخيه الشقيق أخته الشقيقة أو العياذ وبالله بينه وبين أمه أو أبيه أو كليهما مشاحنة تعرفوا مشاكل اجتماعية كثيرة فرصة غسل القلوب فرصة تطهير الملف على رأس ضعف أولوياتك إن كان عندك في هذا الموضوع مشكلة ما ينتهي الأسبوع الأول من رمضان إلا وهي محلولة خذ خذ قاعد ما تخرج من هنا لا تفكر لا تسوف أعظم أسلحة إبليس علينا سلاح التسويف من كلمة سوفة I will فتذهب الطاقة تذهب قوة النية يذهب الاستحضار وتروح إذا أخذت قرار تأتي البركة الآن تأتي البركة والتوفيق القرار المعناته خلاص التزام تستعد نفسك عقلك يبتدئ بالبحث عن الوسائل أما إذا سوفتها تموت الفكرة والدافعية والطاقة والرحانية فتأجلها تبقى تأجل عياذ بالله حتى تحدث كارثة أخرى لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنى علي وعليكم لأن نصلح شؤوننا جميعا مع ربنا ومع عباد الله الذين طلب منا ربنا أن نهتم بهم وعلى رأسهم الوالدين والأهلين اللهم ارحمنا وارحم بنا وعافنا وعفو عنا يا رب العالمين سبحانك لا نحصيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك مواضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم أنه لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة